بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل من الأحاديث النبوية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الإمام النسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله البيع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر هذا الحديث النبوي فيه ترهيب من صفات لا يليق بالمسلم أن يتصف بها وهؤلاء الأربعة يبغضهم الله والبغض هو الكره وإذا أبغضك الله لا ينفعك حب محب وإذا أحبك الله لا يضرك بغض مبغض وإذا أبغض الله عبداً من عباده فإن هذا العبد قد خاب وخسر في دنياه وآخرته لأن الله تبارك وتعالى أعد لأحبابه به الجنان وهيأ لأعدائه النيران أربعة يبغضهم الله يكرههم وإذا كرههم الله أبعدهم وطردهم من رحمته وأسكنهم جهنم وبيس المهاد فاحذر أن تكون من هؤلاء الأربع الأول البيّاع الحلاف وانظروا إلى صيغة المبالغة في الكلمتين وفي اللفظين فهذا رجل بيّاع يبيع بكثرة وحلاف يكثر من الحليفي في بيعه وشرائه إما أنه يحلف صادقا وهذا العمل مكروه ولا يلق بك أن تجعل الله عرضة ليمينك وإما أن يكون حلفه على الكذب فينفق التجارة والسلعة بالأيمان الكاذبة ويخدع الناس فيقسم بالله ويحلف بالله على كذا وكذا وكذا وهو كاذب غرضه أن يدلس على المشتري وأن يخدع الزبون وأن يكسب ثقته وإما أن يكون هذا ممن يحلف بغير الله فيكون قد وقع في الشرك ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لا يليق بك أيها التاجر أن تحلف بالله في تجارتك أبدا ينبغي أن تصدق في بيعك وشرائك وأن تتجنب الحالف فإذا كنت حالفا على الصدق وقعت في الكراهة وإذا كنت حالفا على الكذب حرمت هذا المال الذي تجنيه من بيعك وشرائك وإذا حلفت بغير الله أشركت بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعة يبغضهم الله الحلاء البياع الحلاف والفقير المختال الفقير المتكبر والكبر محرم على الأغنياء والفقراء على حد سواء لكن الله خص الفقير بهذا البغض لأن الفقر لا يجتمع مع الكبر لا يليق بك أيها الفقر أن تتكبر قد يدفعك الغنى والجاه والسلطة والمال للتكبر وهذا محرم لكن أن تجمع بين الفقر والمسكنة والكبر فإن ذلك يوجب لك غضب الله وبغضه ومقته والشيخ الزاني رجل تجاوز مرحلة الشباب بلغ من الكبر عتيا مضى من عمره ما مضى ولم يتطعض ولا زال يلهث وراء الزانيات ويبحث عن العاهرات والباغيات يبحث عن المواعيد في المواقع والمنتديات ويتهافت ويتساقط ويرد إلى مواطن الشبهات يزني وقد شاب شعره وتجعد وجهه وانحنى ظهره ولا زال يحارب الله بجريمة الزنا لا يستحي من الله ينزع ثيابه ويكشف عورته وسوأته ليزني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك فيا خيبة من اشتعل رأسه شيبا ولا يزال مدمنا على جريمة الزنا الجريمة الشنيعة القبيحة التي أدت إلى اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وانتشار الأمراض وذبح العفة وسلخ الحياة أما تستحي وقد بلغت الستين والخمسين والسبعين أن تزني وأن تخون زوجتك وأن تخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا حصرة على العباد الشيب نذير يجعلك تطعد وترعوي وتنزجر وتستعد للنزول إلى قبرك ولقاء ربك وما زادك الشيب من الله إلا بعدا ولا على الزنا إلا حرصا فيكون جزاؤك أيها الشيخ الزاني أن يبغضك الله ولو أحبك الزانيات وأحبب نقودك وسياراتك وشققك وإكرامياتك فرب العالمين يبغضك والملائكة تفر منك تفر منك وإذا فرت منك الملائكة استولت عليك الشياطين أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف الفقير المختال الشيخ الزاني والإمام الجائر الأئمة الظلمة الذين يكذبون على الناس الأئمة الذين يقتلون الشعوب بغير حق الأئمة الذين ينصرون الظلم ويقمعون الحق كل من والله ولاه الله مسؤولية وأكرمه بمنصب وحمله مسؤولية إذا ظلم فإن الله يبغض لماذا تظلم وأنت إمام والسلطة بيدك لماذا لا تعدل بين الناس لماذا لا تأخذ الحق من الظالم وترده إلى المظلوم لماذا لا تأخذ الزكاة من الغني وتعطيها للفقير لماذا لا تراقب الله فيما استرعاك الإمام الجائر يبغضه الله لأنه وضع الشيء في غير محله ولأنه أعطاه الله أمانة وخانها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعيا ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه جنة فنسأل الله تبارك وتعالى أحبة الأفاضل أن يجعلنا وإياكم من التجار الصادقين ومن الفقراء المتواضعين ومن الشيوخ المؤمنين ومن الأئمة العادلين وأن يصرف عنا وعنكم ما يجلب سخط رب العالمين لا يليق بالفقير أن يتكبر ولا يليق بالإمام أن يجور ولا يليق بالشيخ أن يزني ولا يليق بالبائع أن يروج سلعته بالحلف ولا يليق بنا أن نغفل عن الله ولا أن نتكبر عن عبادته من كان أصله نطفة نطفة مني مذرة ويحمل وهو حي في بطنه العذرة وسيكون بعد موته جيفة قذرة لا يليق به إلا أن يتواضع لله وأن يبكي على خطيئته وأن يسجد في مصلاه وأن يقرأ في مصحفه وأن يستعد ليوم الرحيل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر